من بيروت ينضم إلينا لقمان سليم المحلل والسياسي سيد لقمان سعد الحرير يرغب في حكومة تكنقراط بانما أمل وحزب الله يرغبان في تكنو سياسية ما الذي جعل جبران باسيل يجمع بينهما وكأنهم في نفس الخندق؟ يعني سؤال وجيه يا سيدي فأمل وحزب الله وهما الحزبان الشيعيين الأكبر في لبنان أو في الأقل الممثلان بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان اللبناني يريدان بكل بساطة أن يجددا الحلف مع سعد الحرير باعتباره ممثلا لكتلة السنية الأكبر في لبنان وهذا تماما ما يخيف جبران باسيل الذي يجد نفسه اليوم بوصفه الحليف المسيحي الماروني لحزب الله في موقع أقلي فحزب الله عندما يقرأ المشهد اللبناني وعندما يرسم تحالفاته فهو لا يرسمها فقط بناء على مفردات لبنانية بل يرسمها بناء على مفردات إقليمية تتجاوز لبنان وتتجاوز حسابات اللاعبين الذين تقتصر مصالحهم على لبنان بهذا المعنى فالسيد جبران باسيل يجد نفسه اليوم والعهد اللبناني ممثلا بعمه رئيس الجمهورية العماد ميشيل العون في موقع حرج للغاية حيث إن حليفهما حزب الله وحامهما طوال سنوات يقول لهما ببساطة اليوم كنتما أدوات في يدي لكي أحقق مآربي وأنتم لا تخرجون عن كونكم أدوات عليها التنفيذ وبالتالي أظن بأن انتفاضة جبران باسيل الليلة على حزب الله تحديدا لن تذهب به بعيدا فالتيار الوطن الحر كما نعرف جميعا يدين بما وصل إليه لسلاح حزب الله والاستراتيجيات حزب الله جبران باسيل سيد القمال تحدث لبنان اليوم في المختصر طيب هو تحدث عن أن مصير الحكومة القادمة هو الفشل هل يسمح بالفشل سعد الحريري وهو في حالة قوة خاصة بعد التفويد من الكتلة السنية أو حتى من وضعه السياسي الآن وسط الشارع نعم دعني أقول بأنني أكاد أوافق الوزير المستقيل جبران باسيل بأن مصير أي حكومة لبنانية كائنا من كان على رأسها هو الفشل بمعنى أن هذه الحكومة المقبلة في حال تشكلت سوف تضطر مرغمة على اتخاذ مجموعة من التدابير غير الشعبية من التدابير المؤلمة التقشفية التي لن يرتضيها اللبنانيون وبالتالي فعندما يقول جبران باسيل بأن مصير الحكومة الفشل فهو بكل بساطة يعني بذلك أنه إما يريد إعادة ترميم الوضع الذي كان قائما قبل 17-20 وبالتالي ينال حصته مما تبقى في خزانة الدولة اللبنانية من مغانم وإما أنه لا يريد أن يكون جزءا من الجماعة التي تتلقف كرة النار والتي سوف تنفجر كرة النار الشعبية في وجهها وبالتالي يا سيد لقمان في عجال أتار الوطني الحر أو تكتل لبنان القوي إذا كان غير مهتم بالمشاركة أو إذا كان غير موجود في الحكومة القادمة هناك من يرى من المراقبين أنها ستكون حكومة عرجاء إذا لم يكنهم داخل سياق الحكومة هناك من يؤكد أنها بالون اختبار فقط من جبران باسيل مع أيهمة من أطرحات تطفق سيد لقمان نعم صحيح بأنها بالون اختبار ولكن قبل البحث في الحكومة المقبلة علينا أن ندرك جيدا بأن أي سير في تشكيل حكومة يعني أن لدى هذه الحكومة خريطة طريق وخطة لإنقاذ لبنان وللخروج به من الأزمة وأظن بأنه لا خريطة طريق خارج الخريطة التي اقترحها اليوم اقترحها أمس مؤتمر مجموعة دعم لبنان وهذه الخريطة مؤلمة للغاية ولا أظن بأن بوسع أحد اليوم أن يلتزم بها لا سيما وأن حسابات حزب الله الإقليمية سوف تحول دون أن يلتزم لبنان بخطة اقتصادية تجد تنقله من كونه دولة مافيات إلى دولة مؤسسات حتى إشعار آخر ليس من مصلحة حزب الله وهو الطرف الأقوى أن يجد لبنان طريقه خارج هذه الأزمة علما بأن حزب الله نفسه لا يملك للبنان من حل أو من اقتراح سوى المزيد من الانعزال وسوى المزيد من الفقر شكرا جزيلا وسوى المزيد من العوز شكرا جزيلا ضيفنا من بيروت لقمان سليم المحلل السياسي شكرا جزيلا سيد لقمان على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا